بيبدأ الفيلم البنت اسمها كورة واللي بتكون عيشة في كوكب غريب جدا من ضمن مجرة كبيرة قوي فبتتجمع مع أهل قريتها وبيعوضوا مع بعض في البار وساعتها بيتكلم معها زعيم القرية وبيشكرهم على مجهودهم طول السنة لأنهم قدروا يزرعوا محصول كويس جدا السنة دي وبيكون واضح إن القرية ديت عيشة في سلام وكل أهلها بيحبوا بعض المهم بعد شوية بتروح كورة وبتتكلم مع شخص عجوز وبنبدأ بقى نعرف قصتها فبنعرف إن كورة محاربة عظيمة جدا وما كانتش من سكان الكوكب ده ولكن بسبب الحروب اضطرت للأسف إنها تعيش في الكوكب ده فبتتكلم مع الراجل العجوز وبتقوله أنا مش مرتاحة في المكان خالص لأن تفكيرها دايما في الحرب وإنها تنتخم العدو بتاعها فبتمر الأيام وبيكون القرية عايشة في استقرار لحد ما في يوم بتظهر سفن فضاء حربية أوصادهم فبيقلقوا كلهم وما بيكونوش عارفين إيه اللي بيحصل خصوصا كورة اللي بتكون عارفة كويس إيه غرضهم بالظبط فبتنزل السفينة الحربية وبيخرج منها شخص اسمه نوبل وده بيكون قائد كبير من جيش المملكة الرئيسية فبيجي زعيم القرية يتكلم معاه وبيسأله إزاي قدر أساعده فبيرد عليه نوبل وبيقوله إن موجود هنا لسببين اتنين أول حاجة إنه عاوزه يساعد عشان يهرف مكان المتمردين اللي بيقفوا قصة حكم المملكة وتاني حاجة إنه عاوز يشتري جزء من المحصول بتاعهم فبيتكلم معاه زعيم القرية بأسلوب كويس وبيكون واضح عليه إنه شخص طيب جدا وبيقوله أنا معرفش أي حاجة عن مكان المتمردين لأننا هنا عايشين بكل سلام أما بقى بالنسبة للمحصول فللأسف مش هيقدر يبيع له أي جزء منه لأنه يا دوبك بيكف أهل القرية فبيظهر شخص من السكان اسمه جونال وبيقوله إنه المحصول السنة دي كان كميته كبيرة شوية وبالتالي هيقدروا يبيعوا جزء عادي جدا لنوبل فبيتداق منه زعيم القبيلة لأن الكلام اللي بيقوله دوت عكس اللي هو أهل ولكن جونال ما كانش يقصد أي حاجة مش كويسة وللأسف الموضوع وقتها بينتعي بشكل مأساوي جدا لأن نوبل بيمسك سلاحه وبيخلص بيه على زعيم القبيلة لأنه كذب عليه فبيتصدم جونال هو وباقي سكان الكوريا وبيبقى حاسس بالزنب جدا ومش ميصدق اللي حصل وبعدها بيتكلم معهم نوبل وبيعرفهم أنه ياخد منهم المحصول الجديد بالكامل وما بيمشي بالسفينة الحربية بتاعته بيسيب عدد من جنوده في المكان عشان يشرفوا عليه وبيستنهم عدل حصاد عشان ياخدوا المحصول ويمشوا وقتها بيظهر الجنود وبيكون معهم روبوت اسمه جي بيساعدهم في نقل المعدات وكمان بيسمع كلامهم بالحرف الواحد بس فجأة بيظهر شخص من الجنود وما بيكونش حابب الروبوت جي خالص لدرجة أنه بيضرب عليه نار لغرض التسليع مش أكتر فبيتدائق جند تاني وبيقف أصابه وبيقوله ما ينفعش يتعامل مع جي بالشكل دول لحد ما في النهاية بيتدخل القائد بتاعهم وبيبعدهم عن بعض وبيطلب من جي أن يروح للنار عشان يخسل التراب اللي عليه فبيسمع جي الأوامر وبيروح عند النار وفي الوقت ده بتيجي بنت من سكان القرية اسمها سام وبتعود تتكلم معاه وطبعا في البداية بتكون خايفة جدا منه الآن بس بعد كده بتطمن وبتعرف قد إيه هو روبط طيب فبيفضل جي تكلم معها وبيحكي لها قصص عن المملكة وبيتكون مستمتعة جدا وبيعد الوقت وفي النهاية بتديله سام توق من الورده دي وبتقوله إنها بتتمنى لو كل البشر طيبين زيه بالشكل دول وفي نهاية اليوم بنرجع مرة تانية الكورة واللي بتكون ناوية إنها يتمشي من المكان دول لأن أكيد نوبل هيرجع مرة تانية وهيخلص عليهم كله فبيتكلم معها الراجل العجوز وبيقول لها الحركة دي مش شجاعة وبيفكرها إنها محاربة فبيطلب منها ما تهربش وتفضل موجودة عشان تدافع عن أهل الكورية ولكن كورة ما بتهتمش بكلامه وبتمشي والمفاجأة لما بتخرج بتلاقي الجنود خطفين سام وبيكون عاوزين يقزوها بشكل سخيف قوي فبتكرر كورة إنها لازم تدافع عنها وبالفعل بتمسك فاس وبتروح بسرعة على مكان فبتظهر كورة في الوقت ده قد ما بيكون فاضل القائد بتاعه مبس فبيجرب سرعة على سام وبيهددهم لو قربوا منه هيخلص عليها وفي اللحظة دي بيدخلوا الروبوت جاي للمكان وبيتفاجئ أول ما بيشوف اللي بيحصل فبيتكلم معها القائد وبيأمور يخلص على كورة والجند الطيب بس المفاجأة بقى من الروبوت بيخالف الأوامر وبيخلص عليه وده عشان يدافع عن سام لإنها عملته كويس على عكس الجنود والقائد وما بيعد اليوم بتتجمع كورة مع أهل القرية وبتقول لهم إنها قررت تدافع عنه وإنها هتمشي دلوقتي عشان تدور عمتمردين بحس تكون جيش قوي يوقف قسط جنود المملكة ويتخلصوا من شرهم وزاعتها بيتكلم معها جونر وبيقول إنها يشاركها في الرحلة دية وطبعا بيكون عاوز ينتقم النوبل بأي طريقة عشان اللي عملوا مع زعيم القبيلة فبيمشوا هما الاتنين وبيبدأوا رحلتهم اللي بتدوم لفترة طويلة وفي الطريق بيتفوا الأول إنهم لازم يجمعوا أشخاص مميزين في القتال فبيتعد الأيام وفي مرة بيدخلوا هما الاتنين لحان وبيسألوا عن جنرال كبير هيساعدهم في المهمة بتاعتهم ولكن للأسف بيظهر فجأة شخص غريب وبيبقى معه رجالته وبيبدأ يضايق كورة وبيقف في طريقها فبيتحذروا كورة وبتطلب منه يبعد عنهم فبيتعصب الشخص دوت وبيؤمر رجالته إنهم يخلصوا عليها بس طبعا كورة بتكون أخوة منهم بكتير وفي النهاية بتخلص على كل رجالته بالكامل وبتقضي عليهم ولكن للأسف بيستغل الشخص الغريب لفرصة وبيوجه سلاحه ناحيتها وساعتها بيظهر شخص اسمه كاي وبيخلص عليه فبيتكلمه معه بعدها وبتشكره كورة على مساعدته ليهم وبتتفاجئ إنه حابب يساعدهم أكتر ويوصلهم لمكان الجنرال اللي هي عايزة أب فبيخدهم معاه في السفينة الفضائية بتاعته وبالفعل بيعد الوقت وبيوصلوا بعدها لمكان محارب اسمه تارا واللي بيكون شغال حاليا مع زعيم قبيلة تاني فبتتكلم كورة معاه وبتحاول تقنع زعيم القبيلة إن تاراك ينضم ليهم وده عشان يساعدهم ضد جيش المملكة الظالم والحصن الحظ بتقدر تقنعه بالفعل وبيروح تاراك معاهم عشان يكون واحد منهم وبعدها بيكملوا رحلتهم وبياخذها كاي لكو كابتان وبيكون عارف هناك محاربة عظيمة جدا اسمها نيمسيس فبيتكلم معها وبيطلب منها تنضم ليهم وبيحكي لها إن جنود المملكة حاليا معرضين القرية للخطر وإنهم ممكن يقضوا على كل سكانها في أي لحظة جاية وبالفعل بتوافق نيمسيس إنها تنضم ليهم وبتكون حادثة تقضي على جنود المملكة وتنتهي من شرهم بأي طريقة وبعدها بيكملوا رحلتهم مع بعض وبيوصلوا أخيرا لمكان الجنرال اللي هي كانت بتدور عليه في البداية والمفاجأة إنها أول ما بتوصل له بتتصدم جدا بحاله لإنه بقى شخص بائس تماما فبتتكلم معه بتسأله هو إزاي أصبح بالشكل دوت فبيبدأ يحكي له عن عزيمته قصاد جنود المملكة وإنه للأسف خسر عدد كبير جدا من شعبه ومن ساعته حاسس بالزنب ومش قادر يتخطى الموضوع فبتتكلم كرة معه بتقوله إنه حاليا قدامه حلين اتنين إما بقى إنه يفضل عايش حياته بالشكل ده أو يستغل الفرصة وينضم ليها عشان يقدر ينتقم لنفسه وكمان ينتقم لشعبه اللي خسر حياتهم بسبب جنود المملكة فبيتأثر الجنرال بكلامها وبيوافق إنه يشاركها في المهمة دي وبالفعل بيكملوا رحلتهم وبتوصل كرة لمكان زعيم المتمردين وبتقدر تقنعه بخطتها فبيوصلوا كلهم وبينلاحظ إن عددهم بقى كبير جدا وإنهم فعلا قدرين يشكلوا جيش قوي فبتحكي لهم كرة القصة من البداية وبتعرفهم إن جنود المملكة بيهددوا القرية بتاعتها فبيوافق المتمردين على طول إنهم ينضموا ليها وهيشاركوها في الحرب فبتشكرهم كرة وبيستعدوا كلهم عشان يرجعوا للقرية ولكن في الطريق بيتكلم معها كاي وبيقول لها إنهم الأول لازم يعدوا على مكان معين وده لإن معاب ضاعة لازم يوصلها للنار وبعدها بقى يكملوا طريقهم بشكل طبيعي وهيوصلوا للقرية فبتوافق كرة وفعلا بيوصلوا لمكان دول وهنا بينزلوا كلهم وبيبدأوا يستكشفوا المكان أكتر بس المفاجأة إن كاي بيصدهم في اللحظة ديت وبيتضح إنه كان عامل لهم كمين وبيقدر يقبض عليهم بفضل الروبوتات اللي معاها وبنعرف إن كاي كل دوت كان شغال صالح جنود المملكة ونفضل إساعة الكرة عشان يوصل لمتمردين ويجمعهم كلهم مع بعض وفي النهاية بقى يسلمهم لنوبل وياخد منه المكافأة وفعلا بيظهر نوبل في الوقت دوت وبيكون معارج جلته وبيعرفهم إن كل اللي عملوه ده كان مجرد تضيع وقت مش أكتر وإنه في النهاية قدر يوصل للي هو عايزه بدون ما حتى يتعد نفسه فبيروح يتكلم مع كورة وبيبقى واضح كده إنه بيكون عارفها وإنه هما الاتنين تقابلوا قبل كده فحروب كتير قوي وبعدها بيتكلم مع جونر وبيقوله لو عاوز تنجو بحياتك فلازم تمسك السلاح دوت وتضرب بي كورة ولإن ده للأسف أمر واقع فبيقتنع جونر بالفعل وبيبدأ يوجه سلاحه ناحية كورة بس مفاجأة إنه بدل ما يضربها به بيقدر يحررها من الروبوت وكمان بيخلص على كاي اللي غضر بيهم فبتستغل كورة الفرصة وبتقدر تحرر كل صحابها وبتحصل معركة كبيرة جدا بين الطرفين فبتعجم رجالة نوبل عليهم وبيحاولوا يسيطروا على الموقف بس طبعا كورة وصحابها بيكونوا أقوية جدا فبيفضلوا صمدين وبتستمر المعركة لوقت طويل قوي بس الحصن الحظ إنها بتنتهي لصالح كورة أما بالنسبة للنوبل فبتكرر كورة إنها هتواجهوا بنفسها وبالفعل بيدخلوا أم الأتنين في معركة لوحدهم وعلى الرغم من النوبل بيكون خصم صعب قوي بس في النهاية كورة بتقدر تقدع عليه وبتتخلص منه للأبا وبكده كورة كذبة المعركة بمساعدة كل صحابها لكنها طبعا بتبقى عارفة إن دي مجرد البداية وإن الموضوع ما انتهاش على كده وبعدها بتظهر سفينة حربية في الجو وبتقدر توصل لمكان نوبل إن المفروض إنه ما ولكن الصدمة إنها بتوصله لمقر القيادة وهناك بيناكتشف إن نوبل دوت مش مجرد كائم بشر وإنه في الحقيقة عبارة عن إنسان آل وبيقدر رجالة نوم يرجعوا للحياة من جديد بعد ما بيعملوله عملية غريبة شوية وبعدها بيروح نوبل يتكلم مع رئيس المملكة وبيحكيله على كل اللي حصل والغريب بقى إنه بيتكلم معاه بخصوص كورة وكأنها الشخص مهم جدا بالنسباله فبيرد عليه الرئيس وبيقول إنه لازم يقبض على كورة ويجيبها لحد عنده وهي عايشة وإنه لو فشل في المهمة ديت هيخلص عليه وبيبقى واضح كده إن الموضوع ما انتهاش قبت وإن كل دوت كان فعلا البداية مش أكت وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة أنا عملت قناة تانية وسميتها overdose أفلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة